بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا للموضوع اللي أكيد بهمكم جداً في ناس كتير ما بتعرف كيف تعملوا في ناس كتير عندها مشكلة في هذا الموضوع وبدوروا عليها كتير وما بلاوا إجابة يعني تفاهمهم بالضبط فأتمنى أن كنت تتبهوا لهذا الفيديو والفيديو القادم حنتكلم عن كيف تتبع روابط الأفليات كيف تستخدم السب آيديز تفهمها مضبوط البوست باك اللي هم أكتر أمرين بيستخدموهم شركات الأفليات فأتمنى أنكم تنتبهوا معاي ونفهم بالضبط لأنه لازم نفهم ما في كوبي بيست لأنه كل شركة أفليات لها أسلوبها لها الرموز تبعتها توكنز وهي حرة هي شركة بذاتها فتختار الرموز اللي هي بدها إياها فلازم نفهم عشان نقدر نستخدم أي شركة أفليات بدنا إياها الآن الفكرة كالتالي أنه إحنا عنا برنامج التراكينج وفي عنا عرض أفليات موجود في شركة أفليات تمام؟ الآن هدول الاثنين ما لهم دخل ببعض طبعا هاي شركة هاي سيرفر لوحدها وهذه هي أيضا شركة وسيرفر لوحده فما لهم يشدخل ببعض الآن بدنا نعمل تواصل بينهم بدنا نعمل لغة لغة من التراكينج ولغة من شركة الأفليات بحيث اللغتين هدول يفهموا بعض تمام؟ هذا هو اللي بنعمل وإحنا في موضوع تتبع روابط الأفليات لأنه زي ما شفتوا تتبع السيلز والأكشنز لسيرفر إلنا سهل جدا إحنا فقط بنحط كود عندنا وبالتالي بنحكي للتراكينج يا تراكينج الكود هذا الموجود أنت من خلاله بتعرف الأمور بتعرف الأكشن بتعرف السيلز أوكي بتعرف كل إشي عننا لأنه في سيرفرنا إحنا وأنا سامح لك تعرف عني لكن شركة الأفليات مش إلنا وبالتالي لازم نعمل إشي يناسبها حتى هي برضو تفهم علينا تمام؟ لأنه شركات الأفليات كتير والتراكينج كتير وكل التراكينج إلو أسلوب وكل شركة الأفليات إلو أسلوب فهذا هو الحل الوحيد أوكي الفكرة بسيطة بدنا نوخد لينك من شركة الأفليات ونحطه عندنا اللي هو لينك الأفليات ونضيف عليه بعض الرموز هاي الرموز هي رموز مميزة في التراكينج تبعنا تمام؟ والعكس صحيح بدنا نوخد لينك من التراكينج ونحطه في الأفليات ونضيف عليه رموز هاي الرموز أيضا مميزة في شركة الأفليات تمام؟ بسيطة يعني مفهوم إن شاء الله لينك موجود في التراكينج تمام؟ حنوخده كوبى ونحطه بيست في شركة الـ Affiliate ثم نقوم بوضع بعض الرموز في هذا اللينك اللي هو من الليتراكنج بعض الرموز عليه حتى تفهمنا شركة الـ Affiliate والعكس الصحيح أيضا لينك من شركة الـ Affiliate حنعمله كوبى ونحطه بيست في الليتراكنج اللي هو لينك الـ Affiliate ثم نضيف عليه بعض الرموز هاي الرموز أيضا تجعل التراكينج يفهم علينا ويوخد بعض المعلومات من هذا اللينك إذا ما فهمتو كملوا معي عشان نشوف عملي مئة بالمئة طيب الآن اللينك اللي حنوخده من التراكينج هو لينك البوست باك أو لينك السب اي دي والبوست باك لأنه في طريقتين بيستخدموهم أغلب شركات الأفليات الطريقتين هدول خليني أفوت أفرجكم إيهم طريقتين هم يا إما بوست باك يو ار ايل رابط بوست باك هاي بوست باك يا إما سب اي دي كونفيرجن أغلب الشركات بتستخدم لتنين البوست باك والسب اي دي لكن في شركات فعلا فقط تعتمد السب اي دي وفي شركات فقط تعتمد البوست باك فحكت لكم كل شركة حرة في طريقة تعاملها أوكي في هذا الفيديو أنا حبدأ أشرح البوست باك الفيديو القادم هنحكي عن السب اي دي كونفيرجن تراكين البوست باك زي ما حكينا في عندك نوعين من البوست باك بيحكي لك فيه فور سيلز وفيه فور اكشنز طبعا أغلبنا بما إننا افليات فأي تحويل يتم من الزائر حنوخد عليه فلوس طبعا أوكي وبالتالي اللي بهمنا هو السيلز إلا لو إحنا صح أصحاب المنتج لأ ممكن ناخد بوست باك اكشنز عادي أنا ما فيش سيل عندي لكن إحنا كافليات فالبوست باك السيلز هو المناسب لإلنا هذا هو شايفين هذا هو الآن هذا اللينك زي ما حكينا هو اللي بنحطه بشركة الأفليات صح مش هيك اتفقنا من الأول هذا اللينك هو ما سنضعه بشركة الأفليات تمام بينما شركة الأفليات كمثال هون ماكس باونتي هذا أوفر ووفر جيد جدا عشان الفالنتاين قرب فالأوفر بصراحة بعطة 2 دولار وحلو جدا فاللي عنده حساب ماكس باونتي يشتغل فيه لأنه حدائي نتيجة حلوة جدا طيب نرجع لموضوعنا الآن هذا الماكس باونتي هذا الأوفر بعمل كود وباخد منه الكود ها هو الكود كود الأفليات تمام وأعتقد أنه بما أنك أنت يعني مهتم بموضوع التراكنج إذن أنت بتعرف عن إيش بحكي لو أنت مبتدأ ومش فاهم إيش يعني كود الأفليات لا ارجع لأورا شوي وإنسى هذا الموضوع اقرأ أشياء مبتدئة أكتر تمام هذا هو اللينك هنأخده كوبي وبرضه نحطه بيست في التراكنج تمام هاي الاتنين عرفناهم عرفنا لغة التواصل طيب الآن علشان يفهموا على بعض علشان يفهموا على بعض لازم نضع بعض الرموز مثل ما حكينا لازم نضع بعض الرموز هنا وهنا في اللينكين الآن في التراكنج لازم للتراكنج يعرف ما يسمى بالسب اي دي أو الكليك اي دي كما تسمى في التراكنج ماجيك كليك ماجيك عفوا مش عارف ليش نسيت اسمه أوكي اسمه كليك اي دي هذا الشيء المميز التوكن المميز الآن ما بديكم تتخربطوا بالأسماء وبالأحرف والأسون والأشياء نتكلم عنها الآن انتو فقط افهموها بالتالي انه في بعض الرموز مميزة في الكليك ماجيك وبعض الرموز أيضا مميزة في شركة الأفليات احدى منها نحاول نحط هاي الرموز هنا وهنا تمام خليني خليني نشرح اكتر بالكود هذا كود البوست باك اللي هو حنوخده من التراكنج وروح نحطه بالأفليات نتوورك وهذا الكود تبع الأفليات نتوورك وروح نحطه في التراكنج طيب الآن هذا اللينك هو عبارة عن رابط من الموقع شركة الأفليات المعروفة هذا هو رابط أحد العروض أنا أخدته من حسابي عشان أفرجيكم إياه الآن كيف أنا طلعته فت على عرض من العروض هاي صورة صورة العرض وهي الأفليات الآن الساب اي دي لازم ينحط دائما في كل شركات الأفليات لازم يكون فيه ساب اي دي حتى التراكنج تول تفهم عليه الآن الساب اي دي الموجود في البيرفلاي اسمه أس ون هاي اس ون يساوي اي 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 اللي أنا كتبته هون تمام وطبعا هي غلط اي 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 لازم ما اكتبها بس يعني أنا عشان أفاهمكم بس إذن اللينك صار شكلك التالي هو أصلا كان اللينك اللي عنده هنا يعني كان هيك هيك اللينك هذا هو لينك الأفليات الآن علشان البيرفلاي يفهم أكتر ويعرف مين اللي جاء باللينك ضاف هاي الأمور لحد هون الآن علشان اللي تراكنج يفهم علينا احنا قمنا بإضافة اس ون فقط عبر كتابتها في البيرفلاي يعني بس دخلنا هون كتبنا اي 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 وطلعت اس ون الآن في الماكس باونتي نفس الاشي بالضبط كل الشركات اللي فيها تنفس الاشي سب اي دي بتكتب هون اي 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 او تكتب تست تمام أنا هعملها عملي أمامكم ان شاء الله ما تخافوش تمام ليش بحط سب اي دي علشان أنا بدي اللينك تبعي او الرابط الافليات التبعي يحتوي على شيء مميز اللي هو الاس ون تمام بالبيرفلاي اسمه اس ون بالماكس باونتي اسمه اس ون في بعض الاماكن بسموه اي دي يعني مش 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 ضروري يكون اس اس ون هو حسب شركة الافليات لكن في كل شركات الافليات بيعطيك يعني شوف هون سب اي دي في علامة السؤال لو تضغط عليها هتطلع لك ايش هو بسميه هاي بسميه اس ون وفي عنده اس تو ايضا فما بقدر احكي لك بالضبط ايش اسم الشيء المميز هاد ولكن على الاغلب هو اس ون في اغلب الشركات وطبعا من داخل الشركة انت هتعرف ايش هو تمام طيب نرجع لفكرتنا بدي شيء كنت اتخربطه اذا انا بضيف شيء مميز في رابط الافليات حتى اضعه في التراكينج تولز تبعتي تمام الان هذا اللينك هو لينك الافليات فاخده كوبي هدهب فيه وين على لينك الافليات اللينك الجديد مثلا بدي عملي كريت لينك وبضيفه في مكان طب خلينا نعملها في البرائمر يو ارل هنا بيست اوكي جميل جدا الآن بدل الاي اي اي هاي الموجودة لازم نشيلها لان هاي الثلاث اي از دول مش مش ملهم مش معنى ونحط ما يميز لكليك ماجيك صح مش هذا اللينك من من الافليات طيب لازم نحط فيه اشي حكينا رمز توكن يناسب لكليك ماجيك او اذا انت ادات فوليوم يناسب فوليوم او انت ادات ال سي بي في لاب يناسب سي بي في لاب وها طبعا كله موجود في داخل الهلب تعرف انت الكلام الموجود طب الكود اليناسب سب اي دي في لكليك ماجيك اسمه كليك اي دي شايفين خلاص هيك انا وضعت توكن مميز رمز مميز هذا الرمز يعني ما بيعرفه الا لكليك ماجيك وضعته في لينك الافليات الان لما الشخص يعمل كليك على هذا اللينك حيروح على الاوفر اذا عمله اذا خلصه اذا عمل التحويل الكليك ماجيك هيعرف انه هذا اللي عمل الكليك الشخص هو اللي عمل التحويل لانه احنا حطين التوكن هون فهو هيعرف نعم الشخص اللي اجا من الفيسبوك اللي هو الكليك الاي دي تبعه كذا هو اللي عمل التحويل فهمين الفكرة فهيك احنا عملنا اللغة الاولى وفهمنا بالضبط جعلنا لكليك ماجيك يفهم على الشركات الافليات الان العكس بدنا شركة الافليات تفهم علينا شو منعمل منروح على اللينك ومنختار تراك كونفيرجن ونروح نوخد بالبوستباك او كولباك في بعض الشركات بسموه بوستباك السيلز نوخده كوبي ونحطه عندنا بيست هنا عشان نشرحه هاي البوستباك موجود هون تبع الكليك ماجيك انا بتكلم ممكن عندك البروسبار 202 مكون مختلف السبي فيلاب مختلف لكن المبدأ واحد المبدأ واحد الان الكليك ماجيك يحتوي على بعض الاتريبيوتس او الخصائص مثل اليوزر اي دي مثل الاماونت يعني انا كم بربح لما حدا يعمل تحويل مثل الاس ون ماذا تذكرين الاس ون سب اي دي هايو سب اي دي مثل اس تو اس ثري فور فايف والريفرنس هاي كل هالامور موجودة في البوستباك تبعنا الان انا بالنسبة لي ما بتهمني كل هالامور انا بهمني اعرف كافليات ماركتر انه كم حربح على كل تحويل احطه هون تمام طبعا مش احطه ب اي دي احطه برمز مميز لشركة الافليات متل ما عملنا بالضبط هون مش حطينا رمز مميز لكليك ماجيك لازم نحط رمز مميز بشركة الافليات وبهمني السب اي دي ون طبعا عشان احطه برضو هون توكن سب اي دي توكن اللي هو الخاص بي الشركة الافليات تمام خلينا نروح ندور عليهم هدول الاتنين تمام الان مثلا في بير فلاي خلينا افتح بير فلاي طبعا في في من الهلب لو تفوت على الهلب في مقالة حلوة جدا في كليك ماجيك تمام اكتب بس فوت على الهلب عندك بالاكاونت تبعك وفوت على الفاكس بعدين اكتب هنا عند الفاكس اكتب عشان تفوت على هاي المقالة انا حبيت افوت عليها عشان انت لما تحس نفسك لا انا تخربطت ترجع هون وتعرف اكتر تمام كل هذا الكلام حكينا وشرحنا اوكي كله شرحنا الان في بير فلاي مثلا بيحكي لك انا عندي الرموز المميزة كالتالي كل شركة افليات لها رموزها المميزة في بعض الشركات الرموز المميزة تبعتها بتكون متشابهة لكن هذا لا يعني انه دائما ثابتة الان احنا متل ما حكينا سابقا وضعنا وضعنا رمز توكين مميز في التراكينج الان لازم نضع رموز مميزة حشان شركة الافليات اوكي فاللي احنا من نعمله الان هو انه مندور على هذه الرموز الان مثلا في بير فلاي بيحكي لك هاي الرموز تمام نسبة مئوية نسبة مئوية بالنص افر بعدين كوميشن بعدين سب اي دي ون سب اي دي ثري هاي هي الرموز الموجودة في البيير فلاي احنا اللي بدنا اياه اللي هو الكوميشن والسب اي دي ون صح ليش سب اي دي ون يهاني علشان نعرف بالضبط انه الشخص هذا اللي عملي كليك هو نفسه اللي عملي التحويل لازم السب اي دي ضروري جدا بما انه هون احنا حطينا اس ون ضروري هناك نحط اس ون او سب اي دي ما شاء اتمنى انكم فاهميني واللي مش فاهمني يرجع يعيد الفيديو لانه انا مشرحته بالتفصيل فاعتقد انه لو تعيد الفيديو كان مرة او مرتين هتفهم عليه بالضبط اذا بس اللي علينا انه ناخد الرمز المميز الخاص بالبير فلاي او بشركة الافليات كوبي وروح نحطه عندنا بالبوست باك اوكي السب اي دي مكان هنا بناخد السب توكن هون ومنعمل بيست سيفين اخدنا مكانه يعني اصبح عندنا اس ون يساوي الرمز المميز الخاص بشركة الافليات تمام ايش بدنا كمان بدنا الكوميشن اللي هي حكالنا انه اسمها كوميشن اللي انا بشركات ثانية حيكون اسمها مختلف الان رح افرجيكم كمثال بنعمل كوبي وبنيجي هون وبنعمل بيست وين عند الامونت طبعا اي امتي حكينا عنها في فيديو السابق ان هي يعني كم انا بربح على السيل اعمل بيست شايفين بس الان ايش الباقي هاني انساه مش مشكلة اوكي انت ممكن تلغيه بس خليه ما مافيش مشكلة ابدا الان هذا الكود هو اللي بدنا نحطه في البوست باك يو ار ايل او الكول باك يو ار ايل الخاص بشركة الافليات في ماكس باونتي كمثال هايها شايفين ما اسهلها هنا نعملها بيست لكن طبعا هذا الكود مش لماكس باونتي لبير فلاي وبالتالي غلطوا تحطو هون غلطوا تحطو هون الان لو نعمل بيست مثلا تمام احنا هيك عملنا ايش انه واخدنا لينك من التراكينج ووضعناه في الماكس باونتي الان بدنا ناخد الاشياء او الرموز المميزة في ماكس باونتي طبعا هاني من وين من جيبها دائما موجودة في شركة الافليات دائما ما يظهر لكها لانه بيعرف انها اشي مهم هنا مثلا لو تضغط على علامة السؤال هيطلع لك بالضبط التوكنز المهمة عنده هاي هون بيحكي لك الاسون من غير نسب مئوية لا هنا بيك تحط مربعات او شبابيك اسون فبالتالي هناخد كوبي ونيجي هون نحط بيست محل السب اي دي هنا شايفين مختلف فكل شركة الافليات مختلفة عن الاخرى اسون بين شباكين او بين مربعين طيب والكمشن خلينا نشوف الكمشن اللي هي اسمها الريت هاي ها شايف مفيش كومشن في ريت فاختلفت كليا بنعمل كوبي وبنيجي هون بنعمل بيست عند الامونت تمام هيك مية بالمية وطبعا لازم نعمل سيف اخر شي هيك احنا مية بالمية شغالين بحيث انه التراكينج تول هتوخد الاي دي بعدين هيروح الماكس باونتي اذا قام بالتحويل هيعطيني الريت وهذا الريت وين هيجي طبعا هيجي بالكليك ماجيك لانه هذا اللينك اصلا من كليك ماجيك فالكليك ماجيك هيعرفه الكليك ماجيك هيعرف انه الامونت الامت هاي اخذت اتنين دولار لانه هنا طبعا اتنين دولار اتنين دولار وبالتالي هيسازله هنا انه في عندك سيلز واحد احنا ربحنا اتنين دولار وطبعا كيف عرف انه من الشخص اللي اجه من الفيسبوك او من الشخص اللي اجه من المنتدى عبر الاسون السب اي دي بس وانت هنا مفيش اسهل من هيك تمام لو نعمل اشي عملي من الزيرو هذا مثلا هذا مثلا عرض ماكس باونتي عن الفالنتين داي صفحتين لازم تعمل سب مت بصفحتين تاخد اتنين دولار كله تمام اوكي لان السب اي دي مثلا بدي اسميه اي 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 بقى فقط للتجربة عشان اعرف عشان اعرف الشكل تبع الurl اوكي اس اس بعدين بعمل save اعطاني انه your callback saved تمام الان لو اروح على الكود شايفين الكود هاي كود الافليات اختلف صار في عندي هون اس ستو يساوي اي 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 هذا ما كانش موجود قبل شوي لاني هنا عملت سب اي دي باخد اللينك تبع الافليات كوبي شايفين هون استخدم الاس تو اذا هو اعطاني انه والله استخدم الاس تو اذا لازم تحط الاس تو مش الاس ون يعني كله بيختلف حسب الكود الان لينك ال نغيره هون ماكس باونتي افر اللينك هو ايش شايفين دايما انتم اعملوا زي هيك بالضبط هذا هو اللينك الان ناخد كوبي نروح على التراكينج بنعمل اللينك طبعا وكله تمام واللينك جروب كالعادي مثل ما تعلمنا ونعمل بيست الان بدل هعمل واحد اثنين ثلاث واحط بين مربعين كليك اي دي مثل مثلا عمنا ليش كليك اي دي لانه هو هذا الشيء المميز تبع كليك ماجيك الخاص بالسب اي دي ون او سب اي دي المهم الصب اي دي يعني ف بما انه هو هيك بيحكي لك احنا ما بصير نغيره هو خلص هذا الكود هو اللي بيفهمه فما بصير نحط كود من عنا تمام هيك احنا عملنا اول خطوة اللي هي اللغة الاولى الان اللغة الثانية بدنا نروح على برضو نعم نوخ كوبي اوكي نحطها هون طبعا ليش بحطها هون عشان شوفوها ولا بالعادي لا روح حطها هونت على طول لكن عشان تشوفوها هذا الخط اكبر طيب نروح على ماكس باونتي نوخذ منه التوكنز اللي بدنا اياها ايش التوكنز انا بدي الاس تو صح اس تو ليش اس تو يعني مش اس وان لانه هون خلص اللينك تبعنا اس تو يساوي وانا عمدا عملتها بدي عشان اللي هو هذا اللينك لينك الافليات تبع شركة الافليات هو نفسه اللي بدنا نوخذه احنا من هون بس فمنوخذ اس تو منحطه باللينك هون بيست وطبعا هذا الاس تو يوساوي عند اس وان فبالتالي هيك احنا غلطنا لازم نحط هذا اكس نحط وين هنا اس تو يساوي بيست تمام شايفين شايفين الفرق انا عملتها عمدا الاس ون فراغ بينما قبل وشوية كانت هنا هي اللي حطنا عليها ليش لان احنا نستخدم الاس تو ما استخدم الاس ون خلاص تمام طيب والتوكن الثاني حكينا اللي هو الامونت اللي هو كم انا حربح هاي الاشياء بتهمني ناخد الريت كوبي وبنيجي هون عندي الريت بنعمل بيست اوكي هذا هو الكود خلاص بتاخده كله كوبي بتحط هون بيست وبتعمل سيف خلاص هيك انتهينا احنا صح مئة بالمئة الان لما شخص يعمل click على لينك الافليات تبعنا احنا هنتبع الامونت كم بدينا عمولة ومين الشخص اللي عمل click وبالتالي هنعرف بالضبط مين احسن مصدر ونعمل tracking بالشكل الصحيح مئة بالمئة اشتركوا في القناة